أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة سبعة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس كما وفق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعية في بداية الجلسة أحل رئيس المجلس سبعة مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها تلا ذلك استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حيث تمت الموافقة عليه في مجموعة ويؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة قولا واحدا فلسفة العقوبة بالنسبة لنا وهذا حتى ما انتهجناه في أكثر من قانون هي ليست فكرة العقوبة أكثر ما فكرة الردع أن يحدث أي نوع من أنواع الخطأ الخطأ خاصة نحن زي ما بيقول هو معارضين لخطأ إداري زي ما قال سيادة النائب أحمد بث هذا الردع سيمنع حدوث هذا الخطأ هذا الردع سيقلل حدوث هذا الخطأ هذا الردع سيكون في حرص أن ما يحصلش هذا الخطأ من أي منشأة وخلال الجلسة وفق المجلس نهائيا على خمسة مشروعات قوانين سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالي الموحد وقانون التخطيط العام للدولة وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وقانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل السوبرجيت وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية للمجلس على منتهى إليه رأي اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن الموافقة على قرار جمهوري للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين بعد عرض عدد من النواب رؤيتهم لأهمية القرار قروض الميسرة اللي خدتها مصر من الصين خلال خمس سنين اللي فاتوا تلتمية واربعة مليون دولار طبعا ده عشان تدعم مشروعات طبعا ده الجزء للقروض اللي الصينية لكن المشروعات قيمتها على بعضيها بالاستثمارات المصرية وغيرها في هذه الحالة المشروعات دي قيمتها 22.6 مليار دولار طبعا ده مهم جدا لذلك أنا أوافق من حيث المبدأ على هذه الاتفاقية وفي نهاية الجلسة رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق السادس من فبراير المقبل موسيقى 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 موسيقى